اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين المزمع عقدها يوم الخميس المقبل تأتي استمرارا وتأكيدا لنهج جلالة الملك المعظم في الاهتمام بالعمل العربي المشترك وتقويته وأعرب الصالح عن الاعتزاز والفخر بالمواقف الثابتة لمملكة البحرين وبما لها من دور رائد ومساع دبلوماسية مشهود لها من أجل استقرار المنطقة ومساندة محيطها الإقليمي بما يحقق أمال وطموحات الشعوب العربية وثمن معالي المبادرات النوعية والرائدة لمملكة البحرين التي تهدف إلى تعزيز الجهود العربية الجماعية منوها بدور السلطة التشريعية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية من خلال تفعيل أسس ومبادئ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية ومشاركاتها المتعددة والفاعلة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يسهم في توحيد المواقف وترسيخ التضامن البرلماني العربي ترجمة نانسي قنقر